موسيقى تعد الجمعية الجغرافية المصرية واحدة من أهم وأقدم الصروح العلمية في مجال الجغرافية على مستوى العالم أصدر الخريوي إسماعيل مرسوما بإنشائها في التاسع عشر من مايو لعام الف وثمانمائة وخمسة وسبعين بهدف مشاركة الغرب التقدم العلمي في علوم الجغرافية والجيولوجيا والاستكشاف وطموح في أن يكون لمصر دورا في صياغة البعد الاستراتيجي نحو منابع نيل وعبر رحلتها الزمنية الطويلة تنقلت الجمعية من مكان لآخر بدأته بقاعة في منزل محمد بيكت تفترطار زوج الأميرة زينب هانم ابنة محمد علي باشا حتى استقرت بالمبنى الحالي بالقصر العيني في القاهرة وهو مبنى تاريخي يعود للقرن التاسع عشر ويعد تحفة معمارية فريدة تضيف لقيمة المكان بعدا تراثيا معماريا لا يقل عن قيمته العلمية والتاريخية تضم الجمعية بين جنباتها جزءا كبيرا ومهما من تراث مصر تمثل في المتحف الإثنغرافي الذي يستقبل الزائر بالدور الأول وتتوزع مقتنياته على قاعات القاهرة والحرف والصناعات وإفريقيا تحتوي قاعة القاهرة على مجموعة من المقتنيات تمثل كل منها لونا خاصا من ألوان الحياة والعادات والتقاليد المصرية القديمة والتي تأخذ الزائر إلى زمن محمد علي باشا وأسرته ليرى كيف كانت أدوات التدخين والحلاق والزين والحلي والملبس والموسيقى والزار والألعاب ويعيش أعياد وأفراح المصريين وكل ما كان يرتبط بها من تقوس أهلا بحضراتكم أرحب ضيفي في هذه الفقرة دكتور عبد الرازق عيسى أستاذ التاريخ المعاصر أرحب بحضرتك أهلا سهلا أستار عندما نتحدث عن الرحالة وفي مدى زمني يمتد لثلاثة قرون ونتحدث عن هؤلاء الرحالة عندما وفدوا إلى مصر وتركوا تراثا هاما من لوحات كتابات دراسات عن عادتنا عن تقاليدنا عن حياتنا اليومية والاجتماعية وهو أمر نادرا ما يهتم به المؤرخين التقليديين يعني المؤرخ ربما ينصب باهتمامه أكثر على الصلاطين والأمراء والملوك أكثر من الأناس العاديين في الشارع ولكن ما هي الأهمية الحقيقية والحصاد الحقيقي الذي استفادت منه مصر من ملاحظات هؤلاء الرحالة في تقديرك هو أولا أن أشكر حضرتك على السؤال لأن بالفعل الرحلة تعتبر مدى لكتابة التاريخ أو مصدر لكتابة التاريخ وليست مصدر لكتابة التاريخ فقط بل لكثير من العلوم لأن الرحالة حينما يأتون مكانا ما فهم يعايشون الناس على الأرض الموجود فيها هذا المكان فبنلاحظ أن هم بيشوفوا ملابسهم الأكل، الشراب، الطعام، الملابس، العادات، التقاليد، الأغاني، الدين واللهجة فبتصبح هذه الدراسات اللي هم عملوها مدى لدراسة التاريخ ومدى لدراسة كلهم في مجاله الأدب، الجغرافية، ألف الكولور، كل هذه الأشياء ولكن علينا يا سيد العزيز أن نميز وإحنا بندرس هذه الرحالات ألا نأخذ هذه الأشياء كأمور مسلم بها يجب علينا اتباع المنهج العلمي النقدي في هذه الدراسات لأن بعض هؤلاء الرحالة كانت له أغراض مختلفة عن النحاء العلمية لم يأتي بهدف الدراسة فقط بل كانت له أهداف أخرى يعني مثل أهداف استعمارية أو جاء بتكليف من جهة ما فعلينا أن نميز بوضوح بين هدف الرحالة في الرحالات المختلفة هدف الرحالة وطريقة تعليمه لأن تعليمه أيضا بكل أثر كبير في الحكم على الأشياء عند أهداف استعمارية أتوقف لأنه هل تقصد تحديدا الحملة الفرنسية أم بشكل عام تتحدث؟ لا أنا أتحدث هنا وأقصد في البداية الحملة الفرنسية ثم بعد ذلك الحملة الإنجليزية المعروفة بحملة فريسر الاتنين كانوا نتاج يعني طبعا فيه أسباب كتير إنما كان فيه رصيد ضخم من الرحالة اللي سبق هذه الحملات يعني أنت ترى أن هناك يعني جانب استخباراتي في الموضوع أن بعض الرحالة أتوا من أجل إمداد المستعمر بمعلومات عن الشعب الذي سوف يستعمر الذي هو مصر ولكن علماء الحملة الفرنسية اسمح لي استعمروا وأتوا بعلمائهم في الثلاث سنوات التي استعمروا فيها مصر قبل ما جاء الحملة الفرنسية وليس قبل لا هم جايبين الحملة وجايبين العلماء معهم نتيجة لكلام اللي قيل قبل الحملة والتقارير الاستخباراتية ورحلة فولني وهذه الرحلات فجايبين العلماء ميتهم لأنهم نويين يطولهم وعايزين ندرس كل حاجة ودي كانت عقلية نابليون إنما علينا أن نحن نميز بالنوعين من الاستشراك يا أستاذنا الاستشراك الفترة قبل 1800 والفترة بعد 1800 وطبعا صعب جدا نستخدام فترة زمنية محددة أو سنة محددة إن احنا نستخدمها ونعملها قطيعة بين تعتقد إن بعد 1800 كان؟ بنية الاستشراك أصبحت أكثر علمية من قبل 1800 يعني مثلا العلاقة بين الشرق والغرب بعد الحملات الصليبية انقطعت الفترة طويلة وحصل نوع من أنواع انكفاء على الذات عند الفريق الإسلامي وعند الفريق الصليبي واستمرت ده من القرن الاثنشر لقرن الستاشر في بدايات القرن الستاشر حدث ما حرك شهية الأوروبيين ناحية الشرق أولا الدولة العثمانية واستلاءها على القسطنطينية وحملتها على أوروبا استعمار كريه ولا يمكن أن نبيد وجه الاستعمار بأي شكل من الأشكال صحيح وفي نفس الوقت كتاب وصف مصر كتاب مهم جدا ولكن هو ده اللي أنا عايز أركز عليه الاستفادة بقى إحنا استفدنا من ملاحظات هؤلاء أم لا وهل استفدنا من رصدهم لجوانب كثيرة في حياتنا سواء علماء الحملة الفرنسية أو رحالة الآخرين أجانب ومسلمين رحالة المسلمين هنا هقول لحضرتك على فكرة وحاولت تستخدمها في أكتر من دراسة أنا مؤمن تماما بكتابات إدوار سعيد عن الاستشراق وإن الاستشراق في بعض الحالات وخصوصا في الفترة قبل 1800 كان بيحاول أن يسبغ الشرق وبالتبعية للغرب وسيطرة عليه واستعباده ولكن بعد الحملة الفرنسية بدأ زي ما قلت لحضرتك نوع من الاستشراق العلمي أن يكون عندنا مناهج علمي خصوصا المدرسة الألمانية المشكلة لأن أحكام هؤلاء الرحالة وكأنها أحكام مسلم بها تماما وبدأنا ناخدها في دراستنا التاريخية دون فحص أو تمحيص ما ليش اسمح لي هو الموقف من الاستشراق كان متباين يعني فيه مفكرين وأدباء مثقفين تماهوا مع هذا الاستشراق وفيه رفضوا رفض قاطع وتحريم بين وهناك من رأى أو كانت رؤيته موضوعية وأخذ ما هو إيجابي في الاستشراق أنا معه نحن نأخذ ما نستفيد منه ولكن أنا مركز هنا حتى يعني لأشتة المشاهد على فكرة كتابات الرحالة إن احنا أخذناها وخصوصا جيل الرواد في المدرسة التاريخية المصرية عبد الرحمن الرفحي وغيره وغيره أخذنا هذه الأحكام أو هذه الأراء كأحكام وبدأنا نعتمل عليها في دراستنا التاريخية أعطل حضرتك نموذجين نموذج منهم ما جاء رحالة إلى الأسكندرية في نهاية القرنة الثمانتاشر قال إن هي كانت بتعيش أسوأ فترات تاريخها إن الحملة الفرنسية قبل الحملة الفرنسية وإنها يعني كانت بتعتمد على الاقتصاد المقايضة تمام؟ ده في أي تاريخ حبيب؟ قال إن ده بيعتمد في 300 سنة مين هو؟ الرحالة اللي قال الكلام ده اسمه كوبات وغيره وغيره جاء عدد كبير من أساتذتنا طب المقايضة ما كانتش معلومة دقيقة؟ لا طبعا ده هو هنا عايز يقول إن الإسكندرية كانت تعيش أسوأ فتراتها وإن هي كان اقتصاد متخلف وبلد متخلفة اللي هي أي فترة تاريخية؟ اللي هي في القرن الثمانتاشر قبل ما جاء الحملة الفرنسية مباشرة الفترة العثمانية الفترة العثمانية إنما فيه دراسات قام بها أندريا ريمون وده واحد من أهم باحثي العالم في تاريخ مصر في تلك الفترة وطبعا زهرة الوثائق المصرية قالت إن إسكندرية لم يكن لأ فيها ذلك إطلاقا لكن حالة مصرين كان فيه فقر شديد فعلا وكان الفلاح المصري يعيش يعني حالة من الفقر نتيجة إنه الدولة العثمانية حقيقة كانت بتفرد عليه درائب رهيبة وأخده وكان فيه حاجة اسمها الخرج أنا هنا بقول أراء أخرى لترد عليها حقيقة وده أراء مؤرخين مصريين دكتور عاصم الدسوقي وغيره كانوا بيروا إنه الفترة العثمانية عزلت مصر فوق الثلاث قرون وكان فيه تحريم للمطبعة في الفترة دية وكان حالة الزراعة تدهورت والصناعة تدهورت نتيجة استجلاب العمال والمهرة إلى إسطنبول يعني كانت فترة أخطر ما قالوا هؤلاء المؤرخين لألخصوا لحضرتك هو عزل مصر عن العالم لأنه والحجة كانت هي الخوف على مصر من الاستعمار الأوروبي فأصبحت مصر قضت ثلاثة قرون بعيدة عن أي موجات وطيارات فكرية وثقافية واقتصادية وسياسية طيب هقول لحضرتك مع احترامي لكلام أسادتنا الكبار ده أكثر من مؤرخ أنا حاولت ألخصه يعني واحترامي لأستاذ الجليل الدكتور عاصم دي سوء وغيره ولكن تعالى نتكلم بشكل علمي بحث التوجه يجب أن يبتعد التاريخ عن التوجهات الأيدولوجية طبعا التاريخ يجب أن يدرس كتاريخ وكأحداث وفي كل مجالات التاريخ بعيدا عن أي توجه أيدولوجي لأن الباحث أو المؤرخ قاضي يجلس للحكم بين في مجموعة من الأشياء ممكن تكون ماضى عليها مئات السنين فيجب أن يكون أكثر محايا عن حيادا وموضوعية من القاضي الحقيقي الذي يجلس في المحكمة إنما للأسف الشديد إحنا التوجه الأيدولوجي سيطر على معظمنا فأصبح عندنا أكثر من رأي الطيار اليساري يرى في تلك الفترة فترة مظلمة من تاريخ مصر وفترة طبقت فيها العزلة والدولة العثمانية يعني هي صاحبة كل المبقات التي لم يأتي بها الأولين والآخرين الاتجاه المضاد وبالمناسبة أول من بدأ هذه المقولات أو هذا التوجه الأيدولوجي الدكتور لويس عواض في كتاب تاريخ الفكر المصري بعد كده بدأت وطبعا جيل الرواد اللي هو اعتمد على كتابات الرحلة الأوروبيين الاتجاه الثاني الاتجاه الإسلامي وبينمثله عندنا المرحوم الدكتور عبد العزي الشناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليها هذا الاتجاه أيضا يعني جنى على تاريخ مصر في تلك الفترة لأن أصبح محامي يدافع في كل شيء فأنا أصبحت هنا بين اتجاهين أيديولوجيين في تاريخ مصر في تلك الفترة اتجاه يهدم واتجاه يدافع إنما الحقيقة إن احنا نحتاج إلى عقليات بحسية ناضجة تدرس التاريخ وأحداثه بعيدا عن أي توجهات سياسية أو أيديولوجية بكافة أشكالها وألوانها لا هو ماشي أنا مع حركة يعني الدلائل بقى حضرتك على إن دي مثلا كانت يعني فترة ازدهار إذا كانت فترة ازدهار يا سيدي أنا لأ أسميها فترة ازدهار أولا الفلاح المصري والدرايب الدرايب كانت باهزة بالفعل فيه الدراسات الثلاثة وده خلا الزراعة ما تتطورش كثيرا هو محمد علي ما جاء يعمل النهضة متاعه عملها في كذا سنة منين محمد علي ما كانت مصر موات قبل الحملة الفرنسية محمد علي تولى الحكم بعد خروج الحملة الفرنسية بحوالي ست سنين في ست سنين دولي حال مصر كانت فترة فتن وانقلابات وي 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 كيف استطاع محمد علي أن يبني مصر بنا مصر عن طريق أولا البنية الأساسية المصرية كانت جهزة ما جاء يعمل التعليم التعليم أنا عند الرحالة التركية أوليا جيلبي اللي جاء زار مصر في القرن السبعتاشر قال إن القاهرة كان فيها أربعة تلاف ومية وخمستاشر كتاب القاهرة كان فيها ستمية خمسة واربعين دار لدراسة الحديث النبوي اللي بنسمعها دور الحديث تلتمية خمسة وسبعين مدرسة لتعليم القرآن الأزهر كان فيه إتناشر ألف أستاذ وطالب تمام؟ الرحالة قدموا لنا مد عن إن مصر في تلك الفترة كانت أكثر تقدما مما قبل المؤرخ الأمريكي بيتر جيران ما جاء في دراسته الرائعة في السبعينات القرن الماضي عن إنشاء الرئاسمالية في مصر اتكلم إن الحملة الفرنسية جاءت قطيعة معرفية بين نهضة ذاتية في المجتمع المصري كانت تقوم في تلك الفترة ووجهتها من وجهتها إلى وجهة أخرى تماما اللي هي الوجهة الغربية محمد علي نتفق على إنه فعلا نقل مصر الحداثة لكن أنت تعتبر الجزء من الدولة العثمانية لأنه هو له خصوصية محمد علي محمد علي وصل به الحال إلى إن الدولة العثمانية نفسها بعد أن استعانت به خافت منه وحاربت ضده وبعد أن كان على بعد خمسين كيلو من فيينا تآمرت عليه الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية ووضعت يدها في يد أوروبا لكي تقضي على محمد علي نفسه وكان الاتفاق النهائي هو أن ينسحب مقابل أن يورس هو وأبناءه الحكم في مصر محمد علي مغامر على الإسلوب العثماني مغامر يعني من داخل اللعبة العثمانية نفسها محمد علي مع احترامي الشرين لم يكن يريد بناء مصر لمصلحة مصر ولم يكن حب مصر من أجل عيون مصر والمصريين كان فيه جزء شخصي ولكن جزء كبير شخصي لكن النتاج أنه كان عندنا معهد ألسن أو لغات عندنا حركة ترجمة عندنا ترسانة بحرية عندنا مصانع عندنا زراعة عندنا نظام إداري مازال ربما قواعده الأساسية مستمرة حتى اليوم أنا معاك أن محمد علي حاول بناء دولة حديثة ليه هو الأسرته يتورسها بعد ذلك وأنه هو حاول أنه هو يستخدم تعليم الترجمة يعني فيه أشياء أشياء كثيرة مهمة جدا نعملها محمد علي في قرن 19 فيه السلطان بيزيد السامن يعني أنا موضوع المطبعة دي معلومة حقيقية أنه تم تحريم استيراد المطبعة يعني الدولة العثمانية رفضت باعتباره وكان اللي بيستخدمها يعدم استخدام المطبعة نعم هو شوف أقول لحضرتك من كتب التاريخ أنا جايبة من مذاكرتي الدولة العثمانية مرت بعدة مراحل في تاريخها يعني إحنا مش بندافع عن الدولة ولا بنهاجم إحنا بنكلم تاريخ من أجل التاريخ الدولة العثمانية مرت بعدة مراحل مرحلة القوة والإزدهار وكانت الدولة يخشى جانبها وكانت دولة تهتم بالعلم والعلماء ومرحلة تانية مرت بها مرحلة الضعف والانهيار إلى أن أصبحت رجل أوروبا المريض وسيطر عليها بعض رجال الدين المنتفعين وبدأت الدولة في حالات الضعف والانهيار هناك أيضا نقطة أهمة دكتور عبد الرازي أريد أن أثيرها معك وهي أن هناك رحلة أجانب رصدوا قيم إيجابية عظيمة في مصر مثل عادات وتقاليد الشعب المصري في شهر رمضان ومنها فكرة ما يشبه موائد الرحمن أن هناك كانت عادة عند المصريين أن يتناولوا إفطارهم أو وجبة الصحور في الخارج أمام المنازل أمام المنازل أو في باحة المنزل ثم يتم دعوة الغرباء للطعام هذه من ضمن الأشياء التي رصدوها للتعبير عن كرم المصريين في هذه الفترة لا هي الكلام اللي حضرك بتقول ده رصدوه وكلموا عنه ابتداء من إدوار ويليام لين بذلك إدوار ويليام لين إدوار ويليام لين مظبوط مظبوط الفترة اللي هو الجي فيها مصر 1833 1835 تمام ده قرن 19 اللي بقول لحضرتك اختلفت فيه الاستشراك اختلفت بينية الاستشراك طيب معظمهم يعني رحلة واحد ألماني اسمه فنسليب فنسليب ده جاء ظهر مصر مرتين المرة الأولى في سنة 1664 تمام قاعد فيها سنة واحدة الفترة وكان بيحاول كان هدفه الوصول إلى الحبشة من أجل إقناع ملكها وشعبها بالانضمام إلى الطيار البروتوستانتي إلى المذهب الدين البروتوستانتي بعد كده إما تحول هو إلى الكاسلكة واحتضنته فرنسا وبعتوته تاني المصر جاء هنا اتكلم عن الشعب المصري بطريقة بزيئة جدا سيئة جدا اتكلم عن المصريين الكسالة اتكلم عن المصريين الذين لا يستحقون هذا البلد الذي يعيشون فيه اتكلم عن بالعبارات اللي حيث بتذكرها بالعبارات اللي أنا بذكرها اشبه بتقرير استخباري مقدم لفرنسا لدفعها دفعاً لإحتلال مصر لدرجة أنه هو وفولن اللي جاء بعده بكتر من مئة سنة إما جاي يتكلم عن نفس الفكرة وتكلم عن أنه هي أهمية مصر جغرافية وأهمية مصر كطريق للهند يعني في الصراع الاستعماري فحضرتك في تلك الفترة هذه الكتابات يقدم تقرير وافي لقائد عسكري سوف يأتي تمام هقول لحضرتك الحقيقة هو بيقدم شقين الشق الأول رأيه الشخصي في المصريين وفي الشعب وفي العادات والتقاليد ويصف قصارة القاهرة وأن الناس المسيحيين وهم ماشيين بينضربوا في الشوارع والتجار الأجانب بينضربهم ويتم لسلاع على أموالهم ده نوع من التحفيز إلى الحكومات المختلفة لدرجة أن هذا الكلام قالوا فولني وما جابوا نبارت قال إنما جئت لتقديب المماليك لأنهم اعتدوا على الفرنسيين والتجار الفرنسيين في حين الدراسات العلمية والرحالة العرب يعني هاسكوردال حضرتك بعد ذلك اتكلموا بشكل مختلف تماما إنما كان بيقدم في تقريرهم معلومات دقيقة جدا وبالغة الأهمية عن حالة الجغرافية النواحي العسكرية القلاع الموجودة لدرجة أن بعضهم كان بيذكر تمن الرصاصة وأنواع الرصاص والزخيرة اللي موجودة نعم أنا هنذهب إلى فاصل ثم نعود لموصلة هذا الحوار الساخن حول دور الرحالة هل كان لصالح مصر أم ضدها بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بعبور الباب الرئيسي لقاعة افريقيا يستقبل الزائر زوجان من سن فيل حقيقي وكأنهما عنوان لما سوف يشاهده بداخلها من مقتنيات حصلت عليها الجمعية عن طريق المستكشفين والرحالة الذين أوفدتهم في بعثات للكشف عن منابع النيل إضافة إلى هدايا الجغرافيين المصريين والأجانب الذين جابوا بلاد العالم المختلفة وهدايا الضباط المصريين الذين خدموا في السودان وجلبوا مقتنيات من الحبش والصومال وإيرتريا ووسط إفريقيا وبالقاعة أكثر من خمسين درعاً منها المصنوع من القش أو من صدفة سلحفات البحر والتي تعتبر من أصلب المواد بالإضافة إلى أخرى صنعت من جلود الفيل والتمساح والخرتيب وهذه مجموعة كاملة من الخناجر الإفريقية ذات الشكل الخاص وحراب وتمائم وأدوات زراعية ومقصات وأوان فخارية لحفظ الزيوت والطعام ومن أجمل المقتنيات قرن جاموس وحشي وقدم فيل حقيقي ونمس محنط وتماسيح وقرون من العظام كما يقتني المتحف مجموعة كبيرة من آلات الموسيقى الإفريقية منها الطبول التي يبلغ عددها ثمانية وآلات وترية تمثل كل أنواع الآلات الموسيقية البدائية المستعملة في إفريقيا طبعا اختلف الرحالة زي حضراتكم بتتبعونا في هذه الفقرة البعض زي ما قال الدكتور عبد الرازق عيسى كان جاي الأهداف استخباراتية البعض كان مبهور بجمال مصر وبجغرافياتها والبعض كان بيقدم تحليل موضوعي ما فيهوش إمبهار وما فيهوش أكاذيب يعني الحكاية فيه كلود إتيان سافاري دكتور عبد الرازق وأحد الرحالة اللي زاره مصر عام 1777 درس في كلية أراين ومكس في مصر ثلاث سنوات درس اللغة العربية ولهو مؤلفات عن النحو العربي وعن شماء المحمد عليه الصلاة والسلام يعني الحقيقة هنا كان معجب بالحضارة الإسلامية إعجابا كبيرا كما أنه امتدح مصر وحضارتها وسكانها وفكرة إن بعض المؤرخين شافوا صور لبعض الفلاحين بيأكلوا خبز أو بصل فقط فده فعلا لأنه كانوا يعني شبه مسخرين في العمل في فترات كثيرة عليهم ضراء باهزة لكن إنه هو يعزو إن الزراعة تدهورت بالسبب ده ده بقى اللي ممكن يبقى فيه خلاف حواليه طبعا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة بالنسبة للكتابات الرحالة يعني معظم إن لم يكن كل باستثناءات طفيفة جدا زي رحل السفاري أما الأجانب إلى مصر قبل 1800 مجوم يتكلموا على الشعب المصري وعلى مصر كانت أشبه بتقارير استخباراتية عن مصر وكان يعني يكيلوا فيها الاتهامات وأقزع السباب لمصر والمصريين حمثلة المثال إيه على سبيل اتكلم عن الإسلام كعام من أهم العمل في التخلف المسلمين ودفعهم للكسل وغيره ذلك من الاتهامات في المقابل كان فيه رصد للاعادات والتقاليد الجميلة في شهر رمضان من عشرات الرحالة يعني أجمعوا على العادات إزاي المصريين لا بيقرأ القرآن إزاي بيصال أختلفوا إزاي حضرتك في ديء يعني قبل 1800 الفترة محل الدراسة من الأجانب 1600 من 1516 إلى 1800 فيها تلك الفترة لم يكن هناك رحالة شكروا في مصر من الأجانب أو المصريين أو الجواب المصريين بقى المصريين مش هنعتبرهم رحالة بقى لا أقول أو يعني الرحالة لم يشكروا في مصر ولا في أخلاق المصريين ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم في حين أننا عند المقابل اللي هو الوجه الآخر اللي يجب أننا أهملناه ولكننا في حاجة شديدة جدا إلى أعادة الاهتمام به اللي هم الرحالة المسلمين اللي زاروا مصر في نفس الفترة اللي زار فيها الرحالة الأجانب مصر الرحالة المسلمين اللي زاروا مصر في تلك الفترة على سبيل مثال اللي هو الأفريقى أو الحسن الوزان الحسن الوزان ده رحالة جزائري مغرب الأصل تم أثره في إحدى الرحالات البحرية وجاء وعمل من أهم كتب الجغرافية على مدار التاريخ الإنساني كتاب ووصف أفريقيا هذا الكتاب الذي اعتمرت عليه المدرسة الاستعمارية في العاصر الحديث في معرفتها بأفريقيا من الداخل وجغرافية أفريقيا يعني المدرسة الاستعمارية استفادت برضو استفادت من هذا الكتاب لأن هذا الكتاب كجغرافية استطاع أن يشرح أفريقيا تفصيلا وجغرافية أفريقيا اللي هو كتاب وصف أفريقيا وصف أفريقيا إما جاءت فرنسا حولت في بداية القرن العجي هنا دكتور عبر الحزاء أنت الذي أثرت هذه النقطة بنفسك هنا عندما يكتب هذا المسلم باعتزاز وبموضوعية كما تقول عن أفريقيا ويصف أفريقيا هو يقدم أيضا وجبة استخباراتية جاهزة للمستعمر حتى ولو كان بحسن نية هو كتاب علمي يا سيدي أنا فاهم ولكن استفادوا بيه استعماريا أقصد أن أقول أن الحدود الفاصلة بينما هو استخباراتي وما بينه هو معلوماتي بشكل عام تصبح صعب التدقيق فيها شوف الاستعمار ما جاء الشر استفاد من كل شيء بما فيها الدراسات العلمية اللي تعملت عن الشر ولكن أن أبعث بعض الناس يعني جونانتيس رحالة ألماني في إنجلترا طلبت منه أنه يكتب رحلته إلى القاهرة لأنه أطول الرحالة الأجانب فترة في مصر أنه يكتب رحلته واستفارج جدا منها في حملة فريزر اللي بعثتها لمصر فهناك فرق بين أننا أصرف وأنفك على هذه الرحلة من أجل أنه أشبه بجاسوس جاء ليدرس البلد من الداخل ثم يقدمها كوجبة للمستعمر في حين أن كتاب الحسن الأفريقي أوليو الأفريقي الحسن والزان هو كتاب في دراسة جغرافية يعني كان مغرم بالرحلات أم برحلات إلى السودان وتنبكته واتشاد وهذه الأماكن فما جات فرنسا عايزة تدخل تلك المنطقة ما عندهاش معلومات فجابت هذا الكتاب وترجمته وبدأت تدرسه وعرفت من خلاله أفريقي اللي يهمني أن أنا أشير إليه هذا الرجل الذي عاش في بلاد شمال إفريقيا سافر إلى القسطنطينية إسطنبول وغيرها سافر وكان عايش في إيطاليا هذا الرجل يا سيد العزيز عندما جاء إلى القاهرة وصفها بأنها أم مدائن الدنيا ووصف القاهرة بأنها واحدة من أهم المدن النظيفة الباهرة الزاهرة في العالم في حين أن الرحالة الأجانب في نفس الفترة كانوا يصفون القاهرة بالقزارة الشوارع الديئة أنا عندي هنا الرحالة الفرنسي جاك دفليمون الذي زر مصر عام 1589 وسجل في كتابه رحلات السير دفليمون المنشورة عام 1589 قال أنه اشتأجر غرفة في شارع رئيسي ليتابع احتفالات رمضان ووصف مواكب الدرويش الصوفية وحلقات الزكر والمساجد المضاءة وزحام الأسواق ومآدب الإفطار التي يدعى لها الأصدقاء ووصف المصريين بالكرم الشديد وبعدين هنتقل لحضرتك في نقطة تانية يعني ما صار سؤال انه في الرحالة اللي كتبوا بعيون الغرباء المندهشين كتبوا ورصدوا وصوروا ما رأوه غريبا ومدهشا بالنسبة إليهم ولم يكن كل الرحالة الذين كتبوا بدهشة من غير المسلمين بل إن بعضهم كانوا من المسلمين القادمين من بلاد إسلامية ولكن تختلف حياتها الاجتماعية عن مصر أقصد أن أقول أن فكرة أن يكون الرحالة أجنبي أو مسلم غير مصري بيدي لك صورة من الخارج يمكن أنت تعودت على مظاهر رمضان خلاص فبقيت حاجة تقليدية لكن عندما يرصدها هو يعطيك مزاق جديد سيد العزيز أتفق معك في جوزء كبير من الكلام اللي حضرتك قلته ولكن دعني أوضح نقطة إن معظم الرحالة الذين كتبوا عن مصر الأجانب جاءوا إلى مصر ولم يخرجوا من القاهرة وبعضهم لم يكن يعرف اللغة العربية وبعضهم كتب عنها من المكارية أو لهم طول الحمير يخدون الحمير الحمير فكانوا يعرفون منهم المعلومات ويكتبونها ولماذا لم يروها بأنفسهم إذا كانوا بداخل مصر؟ أولا في بعض الأحداث السياسية كان هناك فتن ومشاكل فلا يستطيع الخروج ثانيا لا يعرفون اللغة العربية إنما الرحالة المسلمين أنا مركز عليهم لأن الرحالة المسلمين جاء من بلاد تجمعت بهم وحدة اللغة ووحدة الدين فهناك انسجام معرفي بين الاتنين لم يكن هناك نوع من الاستغراب بأن يجي مغربي أو لبناء أو شامي أو أين كانت جنسيات العربية هناك قواص مشتركة بيننا يجلس في مصر بعض المصر كانت بتمتلك أكبر قافلة حج في إسلامية فكان بيجي قوافلة الحج المغربية بعضهم استقروا في القاهرة وعاش بعض المغربة بعض المغربة كان مهتم جدا بأن يزور العلماء المالكية إن هو يروح طنطة يزور الموالد إن هو تقدم لي مادة قوية جدا نتيجة كمان لهذا الانسجام المعرفي واللغة نفسها إنما البعض من الرحالة نفسهم الأجانب قالهم أن تنقل من خلال مترجم يعني لا تستطيع أن تعرف كل شيء في حين أنهم لم يكن يعرفون العربي فيعتمدون على التراجمة هو هنا برضو بيصار سؤال حول فكرة الاستشراق لماذا لم يظهر في مقابلها فكرة الاستغراب لا موجودة موجود استغراب موجود ده يعني فيه كتاب من أهم الكتب اللي أنا أشير لها في هذا المجال الكتاب ده بتكلم عن الرحالة الشرقيين إلى الغرب للمؤلف من؟ حقيقة مش فاكر اسم الوقت أنه هو مؤلف غير مصري هو الدكتور حسن حنفي كان له مقدمة في هذا الموضوع وكان له حلم ومشروع أنه يجب أن يكون هناك استغراب ولكن هناك رأي رأي يعني أعتبر رأي يعني سديد وهو فكرة أن الاستشراق ساعد على الاستشراق وجود قواسم مشتركة بين الدول الإسلامية والعربية هناك وحدة لغة وهناك وحدة دين في الأغلب سواء دين إسلامي ثم دين مسيحي وهناك وحدة ثقافة حتى ولو اختلفت العادات والتقاليد من بلد إلى آخر ولكن هناك هذه الأشياء ساعدت على فكرة الاستشراق على فكرة أن تتحدث عن هؤلاء القوم كمجموعة واحدة ولكن الاستغراب يصعب أو تقف أمامه عراقيل أن كلمة الغرب ليست كلمة واحدة والشرق ليس شرق واحد الشرق يكاد أن يكون شرقا واحدا بالقواسم المشتركة أختلف مع حضرتك في هذا الأمر تماما لأن حينما يتكلم الغرب عن الشرق لا يتكلم عن المسلمين العرب فقط بل يتكلم عن الفرس وعن الهند وعن كل هذه المنطقة يتكلم عن أجناس مختلفة ويتكلم عن إذنيات مختلفة ويتكلم عن لغات مختلفة والهند الوحيدة دي حكاية لكن الغرب لا توجد وحدة اللغة لا توجد وحدة العداد والتقاليد لا توجد وحدة الدين حتى الأديان مختلفة كثيرا والمزائب المزائب أنت عندك برضو المزائب الإسلامية ليست المزائب السونية فقط بل المزائب فيه الشيعة وفيه اليازدية وفيه أشياء كثيرة جدا والرحالة تكلموا عن هذه الأشياء أنا أعطب من حقيقة تعليق سريع لنختم به هذه الفقرة كان أيضا من ضمن ما ينسب إلى فضل الرحالة اللوحات المرسومة التي رسموها كان فيها إدانة للغرب عندما رسموا فكرة تجارة الرقيق والنساء المستعبدات نساء مستعبدات من الشرق ولكن تجارة الرقيق كان يقودها الغرب في هذا التوقيت وهناك رأيي يقول أن هذه اللوحات ساعدت أنصار تحرير الإنسان من الرق ومن العبودية على تقدمها كدليل إدانة على استعباد الغرب لنا أو على هذه التجارة الفاسدة فما رأي حضرتك سريعا طبعا أنا أتفق مع هذا الرأي تماما وشايف أن الغرب هو اللي كان بيحرك تلك التجارة وكان هو المستفيد الأول منها وبالمناسبة بعض الرحالة حولوا التدخين من هذا الأمر وتحدثوا عن أسواق تجارة الرقيق وفي أكثر من دراسة علمية في هذا المجال لباحثين مصريين حول تجارة الرقيق في تلك الفترة الحقيقة الحوار كان يحتاج لوقت أكثر لأن هناك محاور كثيرة جدا في هذا الموضوع لأنه عندما نعود للتاريخ وقد يتفق معي الدكتور عبد الرزق عيسى فالتاريخ حمال أوجه وهناك نظريات كثيرة حوله وقصص كثيرة حوله وجهد الرحالة سواء الأجانب أو المسلمين هو جهد يقدم للباحث لكي يقرأه ويدرسه بإمعان ثم يخرج بالحقيقة التي يراها هي الأقرب وهي الأصدق نتمنى أن نكون قدمنا فقرة هامة عن نظرة الرحالة الأجانب والمسلمين لمصر كيف رأوا مصر بشكر الدكتور عبد الرزق أنا أشكر حضرتك وسعيد بوجود معكم وأتمنى أن أوجه من خلالكم نداء إلى كل من يهم الأمر في وزارة الثقافة أعيدوا نشر كتب الرحالات هناك آلاف من ولا أبالغ في كلمة آلاف من كتب الرحالة سواء المسلمين أو الأجانب وخصوصا المسلمين المغربة لهم كم هائل من تلك الرحالات يجب أعادة نشرها يجب الاهتمام بها يجب تقديمها للناس بشكر حضرتك وبعد الفاصل موعدكم مع السيرة الهلالية هتستمتعوا كمان بغناء في هذه الفقرة مع الزميلة سوها النقاش بعد هذا الفاصل